الحقيقة ضفتي دلوقتي هي فنانة بس هي فنانة من نوع خاص بتعمل او بتصمم مجات ومداليات هنشوفها محضراتكم دلوقتي من السلصال الحراري عاملة أشكال الحقيقة حلوة جدا 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 عندنا أسئلة كتير جدا لكن خلوني في البداية رحب بيها أستاذة أميرة راشد أميرة أهلا بيكي أهلا بيكي أميرة عاملة أين الحمد لله طبعا أنا بحييكي وبشجعك على كل الحاجات الحلوة الفن الجميل اللي إحنا دائما ما بنشوفوش ولازم كمان نعلمه لولدنا عشان يكتسبوا يعني حاجات حلوة أنا عايز أسألك بقى من البداية عندي أسئلة كتير بس عايزة عرف انت بدأت ازاي هو أنا بدأت ازاي بقى هقولك أنا بدأت أصلا من سبع سنين تمام بس قعدتلي مثلا كده حوالي ست سبع شهور بكركب في البيت بلعب كده يعني ما اعتبرتش إن ده مشروع وما طلعتوش للناس إن ده مشروع يعني أشتغل حاجات بسيطة لإخواتي قريبة هم كانوا كمان بيشتغلوا معي اللي هو أنا عايز أمسك بس الشغل عايز أمسك استلصال أعرف ما كانش حتى معايا يمكن ربع الخمات اللي عندي دلوقتي فبعد كده لما لقيت الموضوع بدأ خلاص إن أنا عارفة شوية إن أنا طلع منتج بدأت بقى أعمل جروب على فيسبوك انطلقت بقى خلاص تصبر فكرة جديدة وهما الناس هتدخل على الجروب مش هتشوف حاجة بتاع سألك واشمعنا السلصال الحراري اللي انت اختارتي أو يعني خلاص تمرستي بقى فيه وبقيت متمكنة فيه مع العلم إن أنا قبل ما نبدأ التسجيل بقول لها أميرة وأنت خارجت إيه قالت أنا خارجت تجارة أنا قلت أقول لي خارجت فنون جميلة والله أنا كنت أتمنى بس أنا مجموعي في سنوية عاما ما جابش فنون جميلة وكاد صدمة فضيعة بالنسبالي لأن أنا من صغري جدا بس ألا هوية دائما بتغلب يعني أنا دائما أقول كده والله فعلا مش بالشهادة خالص لأن أنا من ابتدائي وأنا كنت دائما حتى في التربية الفنية في المدرسة أدخل معارض في المدرسة لحد السنوي كنت دائما بعمل حاجات هاند ميد في كل مجالات هاند ميد أنت ما شاء الله حكتك حلوة فأرجع لك تاني إش ما أنا اختارتي السلصال الحراري هو أنا كنت بتفرج بالصدفة يعني أنا زي ما قلت لك أنا كنت بحب شغل الهاند ميد كله اشتغلت في كل حاجة وحتى في إعادة التدوير في كل حاجة كنت بقى اشتغل بها بس شفت بالصدفة فيديو على النت كانت واحدة أجنبية فلاقيتها بتعمل مصغرات عجبتني قوي بس مش عارفة هي إيه الخامة دي اللي بعد كده تتعمل حلق عايزة فهمها هي اسمها إيه أصلا الخامة دي مش عارفة مكنش عارفة أي حاجة وهي كنت بتتكلم بلغة غريبة زي روسي أو كده فبدأت حتى أعمل على جوجل أسرش مثلا سلصال الكبار سلصال يعني أنت كنت عارفة أنا ده السلصال بس مش عارفة المفطلح الحقيقي اللي أنت لما تستخدمين طلع عليك الأشكال اللي أنت عملي أيها بالضبط فعرفت أن هو اسمه بوليمر كلي ترجمتها سلصال حراري بدأت أكتب حتى جوجل هو بيتبعفن في مصر ممكن ألاقي عند مين أدخل بقى على جروب أشوف بيتشي تبوليتي أصغر وغالية يعني الماتيريا اللي دي للي وقتها كانت غالية جدا يعني هي دلوقتي متوفرة ومتوفرة أرخص من الأول بكتير الأول كانت بتتحسب علينا بسعر الدولار يعني هي بكام دولار في ضرابي بقى في المصر عشان لأ دلوقتي بقى فيه تجار هنا في مصر موفرين لكل الغامات مش السلصال بس إيه الحاجات الأساسية عشان أي حد يبدأ مشروع زي ده يلاقي الحاجات أنها تكون متوفرة عنده في حاجات غير السلصال الحراري في الشغل بتاعك ولا هو السلصال الحراري هقول لحضرتك طبعا فيه طولز كتير بنشتغل بيها يعني مثلا ممكن يبقى عندك حوالي خمسين قطع تشكيل في البيت تشكيل نحط تنعيم أشكال بيتنا عامي بيها أدوات بالضبط بس كل دي ممكن كبداية أنك تستغني عنها أنت ممكن تشتغلي بخلة سنان ممكن تشتغلي بشوكة كل ده ممكن أستغني عنه في الأول بس الحاجة الوحيدة اللي لازم أبدأ بها أن أنا أشتري فرن كهرباء لأنها أقول لحضرتك لي لأن عندنا في المطبخة هو موجود أيضا أبقى أجي المراجعة أشتغل هنا على طول الفرن العازي اللي هو بيقى في أي بيت الفرن العازي هي بس الفكرة أن بلاش فرن البيت لأن المادة دي هي مادة كيميائية يعني لازم يكون كهرباء مش غاز عشان برضو الناس لا لا أنا مش رأسود أنا بأتكلم في حتة فرن كهرباء على أساس الحجم يبقى صغنى يعني أنا أد الشغل لكن ممكن فرن غاز وممي مش فرن البيت يعني ما نفعش يتعمل فيه أكل عشان مواد بتاعتم تتعالش مثلا بيبقى ريحة الفرن نفسها بعد كده ريحته كيميكال شوية كده نحاسي أنها غلط على الأكل بتاعنا طبعا طيب كل واحد بيبتدي مشروعه بيبقى نفسه يعمل حاجات كثير جدا وبعد شوية بيبتدي هو يطور كل شوية من نفسه فاحكي لي مراحل التطور عندك ونوية تطوري نفسك بعد كده ازاي هو أنا نوية أطور نفسي ازاي يعني طبعا ما فيش حدود يعني طبعا أنا حاليا بقى بدرس فكرة أن أنا أبدأ أعمل فيديوز تعليمية ونفسي أو يكون عندي كمان سنتر مش سلصال حراري بس لأنا عايزة أعلم مجالات كتير يعني عايزة لأن الفكرة عموما في السلصال الحراري أو أي شغل الست بتقدر تعمله من بيتها أنه ده بيعملك عائد من غير ما تنزلي دي حاجة كويسة بتعملي عائد مدي محترم جدا وانتي في بيتك فده طبعا بينفع مثلا ناس كتير ظروفها مش سامحة الست لازم تساعد مش قادرة تنزل عشان ولدها طبعا نسبة المرأة المعينة في مصر كتير جدا في سيدات أرامل فعارف أنت لما تقدري توفري مش كسلصال حراري بس لما تقدري توفري صانع لأي ست تقدر تنتجها من بيتها فأنا ده اللي بتمنى بصراحة بتمنى يكون عندي سنتر أن أنا أعمل كورسات لمجالات هند ميت كتير طيب بمع أننا النهاردة بنتكلم عن العالم الإفتراديو كل واحد مننا كده بيبقى نفسه يعيش كده أو يبقى لي عالم خاص بتاعه بيعيش كده في شخصيات يعني جميلة هو بيتمنى من هو صغير أنت دلوقتي أنا شايفة أن في أكتر من مج بترسمي شخصية الأفاتار على المج بتاعك مزبوط كلميني بقى عن الشخصيات اللي أنت بتشكلها على مثلا المج ولا بتعملي على حاجات تانية كلميني عن فكرة الشخصيات والله يا مروة والله بيعيش جواها يعني مثلا ساعات لما بعمل مثلا عروسة البحر أقعد أشغال الميوزيك بتاع الديزني وأنا بشتغل أقعد دندن لما مثلا ساعات بعمل مج مثلا محمد مونير والله أقعد ألاقي نفسي أقعد أغني أغني محمد مونير بعيش في الأجواء جدا يعني عارفة هي الحاجات دي بترجعنا للطفولة شوية ونقعد ألعب بيها كده وبتخرج أحلى ما عندك يعني خلينا نتفق بتخرج يعني كل الحاجات الصادقة لنتي نفسك تطلعيها ومسلا هي مدفونة جواكي أنت بتطلعيها في الوقت والله العظيم أنا ساعات ببقى مضغوطة جدا يعني مضغوطة من البيت من الولاد نفسيا حاسة أن أنا متضايقة أنا أول ما بمسك الشغل ودخل الورشة بتاعتي وأبدأ أشتغل بحس أن استرس كتير فضيته صح وبدأت خلاصا دمج بقى في الشغل كده ووهدى جدا يعني طيب لما مثلا أنا دلوقتي عايز أعمل معك أوردر وتعمليلي مج مثلا بحاجة برسمة معين هل بتحتاجي تتواصلي مع الكلينت أن أنت تعود تتكلمي معاه تعرفي دماغه إيه تعرفي شخصيته إيه ولا لا خلاص هو بيقلك مثلا أنا عايز كذا فخلاص لا أنا عايز أعملي كذا دو على طول لا يعني أنا عايز أقول لك يا نرنين أن أنا ساعات الوقت اللي بأخذه مع الكلينت في الكلام عن تفاصيل الأوردر بيبقى أكتر من الوقت اللي بشتغل فيه يعني إن هي تقولي مثلا أنا عايز أعمل هدايا الخطيبي هو بيحب كذا وكذا وكذا هو بيشتغل يعني لو عايز مهندس مثلا أنا عايز كاراكتر مهندس هو بيحب مثلا بيشجع الأهلي بيشجع الزمالك بنبدأ نبص مع بعض هنركب له تركيبة الموجة أو سلسلة العربية كيف هو السلسل بيطلع منه حاجات كتير غير الموجات طبعا فهي ساعة تقولي أفكار إيه غير الموجات وغير المديليات في حاجات تانية ممكن تتعلي آه يعني ممكن سلسلة عربية ممكن فون كيس ممكن حلقان ممكن سلاسة يعني دي سلسلة دي برضو سلسل حراري طحفة الألوان هي تجنن فعلا اتفضى ألوانك يا مارو تصدق أنت تحب الألوان دي أيوان ما بصي بقى أنا كلما احتاس في طاقم عندي يروح عملاله سلسلة واخلاص يعني مثلا لو أي طاقم أنا بلبسه أشوف ألوانه إيه يلا هنحن عمله سلسلة ولبس نفسي على طول وانزل أي شغل بيبقى فيه حاجات صعبة وحاجات سهلة في نازل الوقت تشوفنا في التلفزيون تقولي أصلا إيه حاجات بسهلة وبسيطة ومعتقدة أن الدنيا يعني عادي وللي إيه أصعب حاجة قبلتك في شغلك وأصعب أردر وقف أصادك كده حسيت أن أنت يعني إيه مجدودة وحاجة واقفة أصادك أبصي هقولك هو برا أن أنا بحب السلسلة طبعا يعني أنا بحبه فبلعاله الزلط بمعنى أصحي لكن هو المراحل كلها صعبة يعني هو أول مرحلة إن لو حضراتي خاتي بالك من الباكت بتاع السلسلة بيبقى جاي جامد شوية فأنتي مرحلة أنك تطريه دي بتتعبك جدا أن أنت يتوصلي للليونة اللي تخليني عرفان حد شكل ده بيدخل الفرن الأول ولا يده الفرن ده آخر مرحلة